هناك ما يشبه التظافر بين الإخباريين المسلمين والأجانب المستشرقين والإسرائيليين وغيرهم على أن الشام كانت موطنا للعرب قبل الميلاد بل وقبل ظهور بني إسرائيل بعدة قرون وإن أول من ملك الشام في التاريخ إنما كانوا من العرب إلى هذا الرأي ذهب وقال به فيلسوف التاريخ المشهور ابن خلدون وكذلك المؤرخ الرحالة الجغرافي الشهير المسعودي ويسند هذا الرأي كثير من المستشرقين الذين يؤكدون أن القوس المتكون من العراق والشام والمسمى بالهلال الخصيد هو امتداد طبيعي لجزيرة العرب وأن ما يحتويه هذا الهلال الخصيب من أقطار هو وطن للعرب منذ قرون عديدة قبل الميلاد وقد عد المستشرقون الهلال الخصيب من الناحية الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن الجزيرة العربية وامتدادا طبيعيا لها منذ فجر التاريخ وقد ذكر الباحثون المختصون بتاريخ العرب قبل الإسلام أن ملكا عربيا اسمه جندب كان أحد ملوك الشام العظام في عام 853 قبل الميلاد وأنه أقام تحالفا عسكريا مع أحد ملوك الأرمن وانضم إلى هذا الحلف 12 ملكا من ملوك المناطق المجاورة جميعهم كونوا حلفا عسكريا لمواجهة شلم نصر الثالث أحد ملوك الأشوريين الجبابرة الذي غز الشام وأوقع بالملك العربي جندب وحلفائه في معركة قرقر وهي مدينة تقع شمال حماه وأن الملك جندب قدم لقوات الحلفاء التي هو أحد قادتها ألف بعير واشترك بنفسه في الحرب مع سبعين ألف جندي ضد شلن نصر الثالث ملك أشور وتفيد تقارير المؤرفين غير الإسلاميين أن خسارة الملك العربي جندب وحلفائه في معركة قرقر بلغت 25500 مقاتل كذلك تفيد مصادر التاريخ الأوروبي أن ملكة عربية اسمها زبيبة قد انضمت في حلف عسكري مع أعداء ملك أشور من ملوك الطوائف في الشام فسيطرت على طرق القوافل المارة بها إلى دابل في العراق فجرد عليها ملك أشور حملة عسكرية قوية فقاتلته ولكنه تغلب عليها في النهاية فضطرت لعقد صلح معه دفعت بموجبه الجزية للأشوريين وذلك عام 738 قبل الميلاد كذلك تشير المصادر الأوروبية إلى أن ملكة عربية أخرى اسمها شمس كان مقر ملكها فلسطين قد عقدت حلفا عسكريا عملك دمشق المعادي لملك أشور فصارت قواتها من رجال البادية تهجم على قوافل الآشوريين الآتية من الجنوب وتستولي عليها فجهز ملك أشور عليها قوات ضخمة فانتصر بعد أن احتل مدينتين رئيسيتين من مدن مملكتها وتغلب على معسكرها فاضطرت لأن تخضع وتدفع له الجزية بعد أن خسرت في المعارك التي خاضتها ضد ملك أشور بمائة ألف مقاتل وثلاثون ألف جمل وعشرون ألفا من الماشية وجدت هذه الأرقام في نصوص دونها ملك أشور نفسه على لوحة من اللوحات سجل عليها هذا الملك الأشوري تاريخ حياته الحربي وإذا صح ما جاء في هذه المصادر الأجنبية فإن الملك العربي جندب والملكتين زبيبة وشمس يكونون من العمالقة الذين ظلت بقاياهم تتواجد في الشام وتتناسل حتى ظهرت منهم عائلة آل أذينه المالكة في البادية كقوة عربية قبيل الميلادي بحوالي سبعين عاما وظلت تتعاظم قوتها الحربية حتى أسست مملكة تدمر التاريخية الشهيرة التي أدخلت الرومان بعد الميلاد وقضت على سلطانهم في المشرك وخاصة في عهد الملك أذينة ابن أذينة وزوجته الداهية زانوبيا التي بلغ بها الطموح إلى أن تعبر بقواتها مضيق البوسفور وتضرب الحصار على القسطنطينية وضعة أمام نصب عينيها احتلال روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية العتيدة يدل سياق الإخباريين أن العرب أول من ملك الشام وكان أول ملك للشام ومصر والهند وسائر ممالك المشرق هو شداد ابن عاد ابن عوصة ابن إرن ابن سامن ابن نوح الذي كانت قاعدة ملكه الأحقاف بجنوب الجزيرة العربية وعاد التي ملكت الشام هي عاد الثانية وهي قبيلة عربية ويصنفها الإخباريون ضن العرب البائدة وقد ظلت عاد ملوكا للشام حتى طغوا فأهلكهم الله على نحو ما جاء في القرآن الكريم هكذا تقول مصادر الإخباريين الإسلاميين العرب ومن هاجر إليهم ودخل في الإسلام من بني إسرائيل لأن أهل الكتاب من بني إسرائيل أقرب من غيرهم إلى عاد وأوعى لأخبارهم وفي المصادر التاريخية الغربية الأجنبية إشارات واضحة تعضد ما يقوله الإخباريون الإسلاميون من أن عاد كانوا قد استوطنوا الشام وسينا وحكموا تلك المناطق فقد ذكر فورستار أن عاد قد كان له موجود في المناطق الممتدة من الشمال الغربي لجزيرة العرب مرورا بآيلة على رأس الساحل خليج العقبة حتى المنطقة التي تسمى بتيه بني إسرائيل وهي في شبه جزيرة سيناء قال الدكتور جواد علي في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام لا يبعد هذا الموضع عن أماكن ثمود الذين ارتبط اسمهم بإسم عاد وقد أيد هذا الرأي شبنكر وجماعة من المستشرقين وهو أقرب الآراء إلى الصواد كما دلت الحفريات على أن الأقرب إلى الصواد أن إرم ذات العماد التي ذكرها القرآن هي في الشام لا في جنوب الجزيرة العربية وهذا يوافق ما ذهب إليه المسعودي وهو من أشهر المؤرخين والجغرافيين العرب فقد ذكر أن جيرون بن سعد بن عاد كان من عاد وهو الذي بنى في الشام إرم ذات العماد وهو الذي اختطى دمشق ومصيرها عندما كان ملكا على الشام أما موريتس فقد أيد أيضا ما ذهب إليه فورستار من أن إرم ذات العماد هي في مكان ما من الشام الذي كان خاضعا لحكم قوم عاد قبل ثمود وقبل ظهور بني إسرائيل وقد أظهرت الحفريات التي قام بها المعهد الفرنسي في القدس ما يسند القول بأن عاد كانوا ملوكا للشام وأن لهم وجودا أكيدا فيها إذ ورد في الكتابات النبطية التي عثر عليها في خرائب معبد اكتشف على جبل رم أن اسم الموضع هو إرم فيتضح من هذه الكتابات النبطية أن هذا الموضع هو من حافظ على اسمه القديم الذي صار يعرف برم بدلا من إرم وفي عام 1932 قام هورسفيلد من دائرة الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية بحفريات في موضع جبل رم فوجد في جانب الجبل آثارا جاهلية قديمة أكدت القول بأن هذا المكان هو موضع إرم الوارد ذكره في القرآن الكريم والذي كان قد حل به الخراب قبل الإسلام فلم يبق منه عند ظهور الإسلام غير عين ماء كان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين يمرون بطريق الشام ومصر والحجاز وينفي جورجي زيدان في كتابه العرب قبل الإسلام أن يكون المنقبون عن الآثار وجدوا آثارا لقوم عاد ويظهر أنه لم يطلع على ما أثبتته الحفريات في الشام من ذكر لضريح عاد وما قاله عنهم المؤرخ الشهير البطليموس ورغم بعض الاضطراب الذي يشوب حديث الإخباريين عن الكيفية التي ملك بها قوم عاد الشام فإن هناك ما يشبه الاتفاق بين المؤرخين الإسلاميين واللاتينيين واليونان على أن هناك وجودا كان لعاد في الشام لا سيما بعد العثور على الآثار التي أظهرتها الحفريات في فلسطين والأردن والدلة على الاسم الذي يطابق الاسم الذي أطلقه القرآن عليهم وهو اسم إرم ولا ينفي كون الحفريات أثبتت وجود اسم عاد مكتوب على الآثار في فلسطين والأردن فهي حسب التقسيم الجغرافي القديم جزء من الشام لم نرى فيما بين أيدينا من مصادر إسلامية أو غير إسلامية فكر المدة والتاريخ اللتين خلالهما استمر ملوك عاد حكاما للشام وكل ما وجدناه في هذه المصادر هو الإشارة فقط إلى عناصر من أجيال عاد كانوا قد ملك الشام ولكن المفيد أن هناك أدلة وثيقة وقديمة تؤكد وجود العرب بالشام قبل الإسلام بعدة قرون مما يؤكد أن الشام كانت بلدا عربيا قبل الإسلام بألآف السنين ترجمة نانسي قنقر